السلام عليكم كده يرين لبس عليكم كل شي بي خير كانت تمنى تكونوا بي خير وعلى خير ان شاء الله وانتما كتشاهدوا هذا الفيديو كنشكركم بزاف على البنات اللي كي يشجعوني ولي كي يخليوا لي التعليق كنشكركم بزاف بزاف والله يجازيكم بي خير بالنسبة للبنات اللي كي حيت بزاف كي يقولي نبتي التعليق الصراحة مع اسف انا ما عادش نقدر ندير التعليق نبتها التعليق ديال اللي بنات كاملين اللي لقيتها اللولاء انا كنبتها وهنايا غدي نقدم لكم كيف مما كتشوفو في هاد الفيديو غدي نقدم لكم هاد الفينوسي كي يجيو زوين هين بزاف بهكذا بمهم عجينة وحدة من بعد قسمتها استعليهم هكذا الادواء كيف مما كتشوفو هنايا كي نشوحدين ندفليهم الفرانبواز ندرت ليهم لزامون ديفيلي والبيستاش كي يجيو رائعين والمقادير المضبوطة الى بغيت تعرفوا عليهم خليكم معايا وما تنسوناش باللايك والباختاج الفيديو مع الاحباب والعائلة وباش تزيدوا تشجلونا وكنتمنى المحتوى ديال القناة انا الاعجاب ديالكم اخليكم معايا باش تعرفوا على المقادير ديال هاد الفينوسي على بركة الله هنايا غادي ندزل المقادير عندي 300 جرام ديال الزبدة انا كنستعمل الزبدة احنايا عندي 250-50 جرام قبصة ديال الملحة كيف ما كتشوفو هنايا 300 جرام ديال البيض 150 جرام ديال البودرة ديال اللوز 150 جرام ديال الفارينة و350 جرام ديال السكوار غادي نسمها بالفاني وغادي ندير قبصة الملحة بتابعة الحال بالنسبة الكمية البنات تقدروا تقسموها حيث الكمية تفارك الله هرها كبيرة انا درت الكمية كبيرة كيف ما قلت لكم غادي نقسمها احنايا بديت الزبدة غادي نديرها فوق النار ما تكونش مجاهدة بززاف غادي ندير بغن وزيت احنايا كان خلطوا السكر كيف ما كتشوفو هنايا هاد النواشف كاملين غادي نخلطهم مع الفارينة ومع اللوز بنسبة اللوزة البنات هي لا بتقدروا تديروا اللوز بقشوره ماشي مشكل انا هنا يا درت هاد اللوز ما فيهش زمال قشرة ماشي مشكل مهم يكون تقشوره غادي يكون احسن ديروا غير شي شوية فالفارين باش يتصهد غير شي شوية وصافة من بعد نطحنوه نحتوى نديروه وكيف ما قلت لكم تقدروا تقسموه المقادير حيث انا درت واحد الكمية اللي هي كبيرة احنايا كان اسم هاد الفينانسي ديالي بالفاني غادي نخلطهم مزيان ومن بعد غادي ناخد هاد الكيوب متاع العجانة كيف ما كتشوفوه هنا يا غادي نحط فيه احد البيض ديالي بالفاني ما غاديش نضربوه فيه ساحه حيث من بعد خصنا نطلعوه البيض ديالي بالفاني ما يكونش هكداش هتضروحوه بزاف ما بغناش ازعمام اللي غادي نبقى نخلطوه هكده نهبطوه البيض ديالي بالفاني انتو ما كتلاحضوه الزبدة ديالنا اراها كطيب باقي خصها شي شوية غادي نخليها حتى تطيب لنا مزيان الزبدة ما نحركوهاش غير نقسوه العافية باش هكده ما تتحركش ومن بعد غادي ندوز باش نطلح هذاك البيض ديالبيض كيف ما كتشوفوه هنا يا صافي غادي نطلعوه تقدروا الموغانج ولا المو يمغيش شوية هكده بقي هكده نشوفها راكيش الدراسو صافي وكي نحبسو عليه هدي هي الزبدة ديالنا كيف ما كتشوفوه بعد ما ترته هنا يا غادي نوريكم اللون ديالها صاحة واحدة الريحة كطلع منها زوينة ديالزف صافي اكنا اخدو هذك هذك الزبدة غادي نخويها على هذك الفارينة واللوس كيف ما كتشوفوه هنا يا ضروري خسنا نصفوها اوكي نخلطوها مزيان بلا ما غير كيف ما كتشوفو صارحة لي في نصي كي يجي وزوينة كي يجي ورائعين هكده نقدرون نديروهم في الاعياد نديروهم في المناسابات اي حاجة بغينا نديروهم وننغيرو بليمو نتع سيليكون ولا شي حاجا هم وكي يجي ودادين بزر يكون هكده مقرمشين من من براو كي يكون هكده رفبين من الداخل هو البيض ديال البيض ديالنا كيف ما كتشوفوه راه ما طلعتوش بزره هنا يا غادي نخوي واحد الكمية وغادي نخلط مزيان بهد لاماغيز حتى يتخلطين مزيان هدك الخالد ديال المهم اللول مع البيض ديال البيض كيف ما كتشوفو احنا يا غادي نزيد مو ما ندرت الكمية كبيرة ارا غادي نزيب شوية المهم شوية حتى نكمل الكمية اللي عندي انتو ما يلدرتو بطبيعة الحلوة الكمية اللي غادي تكون صغيرة ارا غادي تديرو حتى على الولا وتخلطو من بعد تضيفو ذاك الشي اللي يبقى ليكم وصافي هنا يا غادي نضيفتك الشي اللي اللي بقى ليه ديال البيض ديال البيض كيف ما كتشوفو اللي بغا يدير فيهم واحد القفصة ديال ديال الخميرة ديال الحلوة يديرها ماشي مشكل انا هدو ما ما استعملتش فيهم الخميرة ديال الحلوة اول قوام ديالو كيف ما كتشاهدو سافي غادي نديرهم في هاد الكاراك باش هكذا يجيوني سهلين من اللي غادي نحطوهم في المونة تا السيليكون كيف تدرتهم في لابوش هدوي من بعد غادي تقطر حيتي كيف ما كتشوفو كيف ما هاد العجينة كتكون شوية جارية او هاد لابا غاينتا اللي فينانسي حيث غادي نقسمها انا غادي ندير نتهاد ليمون تعسيل تعالي فينانسي عفوا الاول ما كان عمره مش بزات هنا بعد ما كملتهم غادي ناخد ليزامون ديفيلي غادي نديرو هما كده من الفوق تقدروا تديرو اللوز كونكاسي تقدروا بلاش قاعله ما بغيتوش ولا تديرو حتى الكاوكا ويفيلي ولا كونكاسي غادي ندخلهم يطيبو الفران شعلتو على مية وتمانين درجة صراحيه تصغارين اراه ضغياء كي يطيبو الى كل الفران ديالكم كي يسخن زعمه مزين وكي يطيب من الفوق هبطو على الطاوة وديرو مية وسبعين درجة هبطو الطاوة ديالكم من تحت الى كي يطيب هاكده عادي تديروها في الوسط مش هكده ما يجيش يتحرقو لنا من الفوق هاي كلهم ديرو فيهم اللي زامون ديفيلي عارة ما يكن ديش واحدة الكمية اللي هي جزت ندير غرشي شوية وصافي احنا يا بعد ما ادخلت هاداك الفران غادي ناخد هادا هادا الخريط اللي بقالية غادي نقسمه حتى هو على جوج احنا يا غادي نزيد لابات نتاع البيستاش ولكن مش ضرورة تديرو لاباتك المهمة كي ينين هاداك النكاهات ديال البيستاش تقدروا تديروهم انا ما متوفرنش عندي عندي غرا هاد لابات نتاع البيستاش عفوا المهم كديرو حتى تحصلوا على واحد اللون توما اللي بغيتو غادي نخلطهم زيان صافي بعد ما اخرج صراحة عندي غرا مول واحد هاد انتاع هاد الفينانسي بعد ما اخرجتو ضغية كيتحيدو من من المول ومن بعد كنرشوهم ولا دهنوهم شوية ديال الزيت صافي غادي ندير هاد الكيمياء او تاني للبيستاش هنا يا غادي ندوزو باش ندير هادا نتاعلي فرمبواس كيف ما كتشوفو دهت في هادا حيث هادا فيه اللون الاخضاء هنا يا عندي هاد اللون كيف ما كتشوفو حمى هنا كندير فيهم الماكارون وما يمدك الشيق على الكلوران المنتير هنا كنديرو كنخلطو على حسب اللون كيف ما قلت لكم في البيستاش اللون اللي بغيتو هلا عندكم هادك النكاهات راح تهو ما زوين نديروهم صافي احتو هما غادي نعمرهم وغادي ندخلهم احتو هما ها كده يتبولينا في الفرران كيف ما قلت لكم ما تعمرهم مش بزاد وغادي ندير هاد اللي فرمبواس هكتم من الداخل صافي غادي نكمل الكيمياء اللي عندي ها هما الشكل ديال اللي في نونسي ديالنا بعد ما كملتهم صراحة هاد هاد الخاليط اللي درت ولا هاد القوة من اللي درت اللي عطيتكم اليوم اعطاني خمسة وسبعين قرام ديال هاد الحبات نتعلي في نونسي كيف ما كنتشوفو سبتقوني يا لبنات كيجي وزوينين بزاة بعد ما هكدا يكون مزيان محمرين حيث كيجيوهم مقرمشين من البرة كنتمنى الفيديو هنا الاعجاب ديالكم ما تنسو ناش باللايك والبختاج مع الاحباب والعائلة والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله